اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة على ارتكال انتهاياتهم واعتناءات للهم بهدف تشغيل سمعتهم والنيل من مستقيتهم وخنق سوتهم إن حماية المدافعات أمره لا يرتبط بالنسبة لنا فقط بتعزيز الحماية القادمية بل يتجاوز ذلك ليطال تغيير التمثلات وأنماط التفكير داخل مجتمعاتنا بالتالي تغيير القوانين والسياسات الأمومية والممارسات بالاستثمار بالأسفل في المنظمات والحركات الحقوقية الجادة وذات الاستقلية ومؤكد ليعلك أن توسيع المعارف والمدارك وتعزيز القدرات هو السبيل لتمنى التوكير وفي ذات الوقت إلى الفعل الحقوق المستميل الذي يختار أهدافه بدقة ويحسن استعمال الوسائل والمساحات الحقوقية المتحلة ويجمع جمعاً واعياً وسديداً وتقييداً مع خصوصيات الموضاع بين السياس والحقوق لتوسيع دائرة فعلنا الفعل الحقوقي وفتح آفاق جديدة أمام هذا الفعل فعلى هذا النحي يتحقق الجمع السبيل بين الشرق اللاداتي والموضوعي في الفعل الحقوقي بالدافعة الحقوق الإساني إن الحماية سميلة والسهولات التي نطمح إلى تحقيقها لا بد أنها تكتسي طابعاً استراتيجياً وأنها تندرج مهتمة في إطار الخطط الاستراتيجية الواعية لغاية التي يتم تبنيها على جميع الأصلة إن هذه الحماية تمر بالطرورة عبر تعزيز القدرات بما يغفر رسلاً موضوعياً ومهنياً نقيقاً لانتناكات التي تضارم المدافعات والمدافعين على حقوق الإساني بقدر ما تتلازم والتفكير في الإجراءات الكفيلة بتعزيز البيئة المدائمة واندفاع الحقوق وتبني تدابير الحماية تتوخى الوقاية في المقاهي الأول وتحفيز المبادرات الرامية إلى تعزيز الاتزام مؤسسات ودعم مناء جهور الشركات واندفاع الاجتماعي لا بد أن نتبادل هذه الأفكار بخصوص المدافعات وعمليهم لا بد أن نتذكر بعمل المؤسسات الوطنية في رجل العمل في مجال حقوق الإنسان فقد مرت سنة على الإعلان مراكش حول توسيع الفضاء المهني وتعزيز الفضاء المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان وحمايتهم وهي وطيقة ترجم الاتزامات المؤسسات الوطنية إلى جاملكم وجاملكم لاندفاع وتعزيز هذه القماية لما تطلعون به المقوار الأساسية في عقلية تفعيل جميع الحقوق على المستوى المحلي والوطني والدولي كما يعتبر من مسبة لنا كمؤسسات خالقة طريقنا تتكون من 25 نقطة من شأنها أن تساهم من توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين والمدافعات ويعمل المجلس الآن في إطار الشبكات وأسسات الوطنية خاصة الإفريقية لحقوق الإنسان على تتبع تنفيذ توصياتها لداء كما تقوم هذه الشبكة بجمع البيانات من المؤسسات الوطنية وستثمارية في دراسة سوف تركز على وضع المدفعين عن حقوق الإنسان سنفاً بعد إعلان مراقش وانطلاقاً من دوره باعتباره طغيراً حقوقياً للدورة فإن المجلس الوطن حقوق الإنسان يكتف من خطواته لتحسينه التي يعمل فيها المدافعات والمدافعين وتعديل القوامين لحمايتهم ودعمهم وتلكينهم مستجاماً بعد مبادئ ومعارئ الحقوق الإنسان وحقوق الإنسان كما يعمل على تعزيز قدراتهم سواء كما تعرف بداية المرامج مع هذا الرباط بريست الذكري لحقوق الإنسان كما أننا بصدد كذلك لراسة شركات مع فاعلين ذويين لتقوية وتقوية قدرات المجتمع المدني والفاعلين في هذا المجال خاصة في مجال حقوق المرأة وعياً منا بأن هذه الحقوق تبتسيق الضرورة طابعاً على ظنياً أي أنها ترتبط بجميع حقوق الإنسان وتعتبر بمتابته شرط وجود لتحقيقها في مواجهتنا جميعاً للعراقين كفاعلين في مجال حقوقي أحياناً لا طابع قانوني أو سياسي أو ثقافي أو غير فإننا كمدافعين نتسلح داخل من أمل نمزوج بالعمل التشاركي والدأو فتاريخ الحقوق هو في المقام الأول تاريخ أمل متواصل لبناء تحالفات وشبكات مستدامة كما هي اليوم هذه الورشة على المستوى الإقليمي الحياناً والوطني الحياناً أخرى من مجل تبادل الممارسات الفضلة والخبرات وتوضي العلاقات مع جميع الفاعلين المهمين إننا ولا شك سواء بالمجلس وطني أو بمكتر المفاوض الإسلامي نستمع ونلتقد للإشرارات الدالة لعملكنا وعملكنا حتى نتبكى نحن كذلك من إقلاع سبل جديدة تمكننا من إيجاد سيغ لتنكريس توقفية الأفضل الإنسان في مجتمعتنا وسنكون منتبئين لتوصيرتكم ومفترحاتكم خلال هذه الورشة فمتبنيات لكم بالتوفير أشترك شكرنا الجزيل سيدان مينا بصراحة كلمة رارقة جداً أضاءت على أغلب أحداث فتصدت لأهل الفنطور بشكل رائع وجميل وأطرق أيضاً تورجهاتنا للأيام القادمة وبهذا المناسبة أعطل لك ولحضرتك والحضور تحيات سيدة رويدة الحاجة الممثلة الأقليبية للمكتب المفاوض الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتعتذر شديد الأسب لم تستطع الحضور بسبب الشغالات أخرى طارئة لكنها كانت حريصة على أن تكون حاظرة على الأقل بكلماتها فأنا بالإنابة عنها أرحب بكم والقلة لكم ولكن كلمتها تقول السيدة رويدة إنه لشرف عظيم أنضم إليكم في ورشة العمل بعنوان نحو حماية قانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حكولة المرأة المنظم بإطار شراكة مكتب المفاوضية السامية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أود أن أبدأ بشكر جميع زملائي في الأوم المتحدة الذين عملوا على تعزيز قضية المدافعات عن حقوق الإنسان وحماية هنة وخاصة الزملاء في المكتب الأقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقر الرئيسي في جنيف ومركز الأمم المتحدة للتدريق والتوثيق في مجال حقوق الإنسان جنوب ضرب آسيا والمنطقة العربية الذي يدعى في مركز الدوحة كما أود شكر فريق العام الماجل بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والموارثة والمقرر الخاص الماني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بعد مرور وقود من الزمن دفاعا عن حقوق الإنسان أصبحت المرأة تتمتع في الكثير من الأماكن بقدر أكبر من المسابعة بما في ذلك فهم من قانون وفي الحياة السياسية وفي مجال التعليم ومواكن العمل وفي إطار الزواج والحياة في المنزل وبفضل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فهي يتمتع عدد متزايل من النساء الحق في التصوير الحق في التحكم بجسدهن الحق في القصوصية والحق في الحياة الأسرية والحقوق الجنسية والإنجابية والعديد من الحقوق الأخرى ومع هذا لا يزال الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان يواجه من مخاطر كثيرة في ممارسة نشاط الهنم تتعرض المدافعات عن نفس أنواع المخاطر التي تتعرضها أي مدافع عن حقوق الإنسان لكن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهنا أيضا في أحيان كثيرة مخاطر وعقبات إضافية ومختلفة وذلك بسبب التنبيض الجنساني في المجتمعات الراسخ والأفكار والطوائد المتجدرة بشأن من يمرأة وكيف يقري لها أن تكون أو تتصرف هناك أنواع من الأنش والاضطهات تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان والنشاطات على الإنترنت وهذا ما ذكرت السيد أيضا أمين أبو عياش وهذه الأشكال الجديدة من المضايقات والترديم والتشهير المتكررة بشكل مروع وهي مرأبة في كثير من الأحيان تستخدم تهديدات الموت والتهديدات بالعرف الجنسي والجنساني وحملات التشهير والتطليل على الإنترنت لتعديل النساء اللواتية تحدثنا علىنا ويروى عنها علىنا تهدف أيضا الحملات عبر الإنترنت ودى المدافعات والمنظمات النسائية عن حقوق الإنسان إلى التمرار لمصداقيتهم كمدافعات وتقليص أو طمس قوة صوتهم وتأخذ المساحة العامة المحددة التي يمكن المدافعات العمل واحدة تغيير فيها إن الأسباب الكاملة والأستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان متعددة الأوجود ومعقدة وتعتمد على السيقياقات المحددة التي يعملنا فيها كثيراً ما ينظر إلى المدافعات عن حقوق الإنسان بإعتبار أن يتحدينا المفاهيم التقليدية للأسرة والأدوار المحددة بحذة تحيال الجنس في المجتمع وهو التصور يمكن أن يولد العداء من طرف الجهات الحكومية والجمهور العام ووساط الإعلام وسائل الجهات ويمكن أن تعرضنا للوصن والنبث من قبل قادات المجتمعات المحلية والجماعات الدينية والأسر والجيران والمجتمعات المحلية من منطلق الأتقاذ إنهن وعمالهن يشكل لتهديل الدين أو الشرف أو الثقافة أو السليب الحياة وكثيراً أيضاً ما ينظر إلى المرأة باعتبارها من عناصر التغيير وإنما كشخصاً ضعيفاً أو واحياً بحاجة إلى حماية الآخرين ولكن يكفي أن نشير إلى شبكة المدافعات عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية كدليل لإثبات إن النساء قويات وقادرات ولا تنظر الوقوف جانباً بينما يناضل الآخرون من أجل حقوقهم ويكفي أن ننظر إلى الكزاه مننا هنا خلال الدورات التدريبية السابقة التي ذكرتها لكم حول آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ورصد مراقب الاعتجاز ورصد المحاكمات وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشير إلى اللي مننا أيضاً خلال هذا النشاط حيث سنركز على نهج جديد صمم على تمكن المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة على الاستخدام الفعال من نظام الشكاوي داخل آليات الدولية للحقوق الإنسان وأقتل الجهد الذي قدرنا الوصول إلى هذه المرحلة فلا توجد طرق محتصرة لإقامة حركات متنوعة وجامعة وقوية للمدافعات عن حقوق الإنسان إذ يتطلب ذلك التخلص التام من تنميط الجنسان الضار ووضع تصور جديد ومختلف اختلافاً جدرياً للعالم كما يتطلب ذلك تحليل المتعدد الجنانب لعلاقات القوة وتوضيح المخاطر والعقبات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في الحيز المتاح لهم للمعالم ويجب على كل شخص أن يستطلع القوالب النمطية الجنسانية الضارة وأن يفكر في الكيفية التي تؤثر بها التوقعات وأشكال التحييز والأعمال الواعية واللاواعية في حقوق وحريات المرأة في شخص الضارة وأقتنم هذه الفرصة للتأكيد على حق أي شخص أن يقوم باتفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة من جميع جوانبها وأشدد على أهمية الدور التي تكون به المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لكل إنسان المتمييز بما في ذلك، دورنا في التسطي لانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها، ومكافحة الإفلاق من العقاب ومحاربة التمييز، وتعزيز إمكانية المجوء للقضاء وتعزيز الديمقراطية، ومشاركة البرأة الكاملة في المجتمع واحترام خرامتها الإنسانية تقدم المدافعات عن حقوق الإنسان إسهامات أساسية في تعزيز القانون الثوري لحقوق الإنسان وحمايته وإعماله بشكل فعال ويؤدينا أيضا دورا مهما في زيادة الوعي وحشد المجتمع المدني في تحديد انتهاكات حقوق الإنسان ومساومة في تطوير النور حقيقية تتضمن منظور الجنسانية أما استخدام التعبير الفني كوسيلة للدفاع عن حقوق الإنسان وبالتعبير عن خضائي اجتماعية فله قيمة خاصة بالنسبة لي المتحددة هنا رويدل لأنه كان الفن الذي ألهمني للعمل في مجال حقوق الإنسان فقط تنميح سيدة رويدل حاج لها ماجستير في تاريخ الفن وعملت في تدريس الفن قبل أن تلتحق من العمل الحقوقي ونتبدأ مشوار عملية المهني كناشطة وكموظة حقوق الإنسان في الفوضية السامية لكل الإنسان تدرجت من أماكن عديدة بدأت في المقر الرئيسي وانتقلت العمل في ألغانستان، في العراق، في ليبيا، في المنطقة العربية وحتى خارج المنطقة العربية لكن دائماً كان همها أيضاً الفن وكيف أن نوصل رسائل حقوق الإنسان بطريقة أكثر فعالية منها ومني لكم كل التحيات وكل الشكر لسيدة أمينة على وجودها معنا وجودها أيضاً يعمل تحهم كبير أيضاً يعزز هذه الشراكة والعلاقة والتشفيك ما بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني كون المؤسسة الوطنية هي أحد القنوات التي يستخدمها المجتمع المدني لإيصال الشكاولة الخاصة بالانتحاكات فنشكر لها الحضور ونشكر لفقريبها أيضاً الأعمال معنا وسيدة ملك رح تكون معنا طول الورشة وأنا نقوم الآن لبريك للتشبيك والحديد مع سيدة أمينة ومع فريق الأعمل أهلاً السلامة سيدة أمينة سلم عليكم شخصياً ستدور عليكم قبل أن نذهب إلى المدريج 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة